النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع مهم جدا لاستعراض جهود الدولة في ايه؟ في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص بتوطن صناعة الاستعمار فهمك ان انت لازم تفضل منبطح ومستصغر نفسك لأ انت اقوى بكتير من تصوراتك حتى تصوراتك الذاتية انت فعلا اقوى هنا الرئيس لانه مؤمن جدا باللي بنتكلم فيه ده وواعي جدا ليه فبيقول ايوه هنوطن الصناعة دي وجه الرئيس بتوفير كل عوامل النجاح علشان نحشد الامكانيات بتاعت الدولة انتاجيا سواء اذا كانت بقى على صعيد الحكومة قطاع الاعمال القطاع الخاص علشان نطور ونوطن صناعة المستلزمات المطلوبة في اعمال مشروعات التشييد والبناء طيب اللي هي ايه؟ المسألة مش بس حديد واسمانة طيب والمعدات والالات عاوزين بقى فيه عندنا معدات والالات واحنا نقدر ده بيتعمل ليه؟ لان انت عندك حجم اعمال انشائية بخم على مستوى الجمهورية ده احنا عمليا الحجم ده هو اكبر حجم على مستوى العالم العربي ويمكن على مستوى افريقيا واظن من الاضخم على مستوى العالم مش بقولك الاضخم ما عنديش رقم بس اظن وخد بالك الدقة في تسخدام المصطلح واظن من الاضخم على مستوى العالم لما نيجي نوطن الصناعة بتاعت الالات والمعدات احنا بنفتح مجال امام امتلاك قدرة صناعية بتستند على الابتكار والتطوير بامكانياتنا هنا وبعقولنا هنا وبقدين العمل المصري ويساهم ده في سد فجوة الاستيراد كفاية استيراد كفاية اعتماد على اللي حوالينا كفاية اعتماد على ان احنا يلا بينا نجيب مش اعرف الجرارات من هنا والحفرات من هنا واللوادر من هناك طب ما احنا نشتغل ونصنع اوعى تفتكر انك انت ما تقدرش ده ايمان الرئيس وازم لازم يبقى ايماننا كلنا لانه هي دي الحقيقة العالم بيبصلك بانبهار على كل اللي انت عملته في حضرتك ومش بس في الحضارة المصرية القديمة انت عملت كل حاجة انت وضعت يد التطوير والتغيير والتحديث حتى على اللي جالك من الاغريق وجالك من الرومان الى اخره بجانب ده كله هو بالتأكيد توطين الصناعة عدم الاعتماد على الاستيراد يوفر العملة الاجنبية ده بالتأكيد بس الاستثمار فعقولنا اشتركوا في القناة